مرحبا كيفكم أصدقائي اليوم إن شاء الله رح يكون درسنا من الوحدة الثالثة للصف السادس درس القياس بهذا الدرس رح يكون فينا تطبيقات على العمليات اللي هي جمع الضرب والقسمة للكسور العشرية فرح يتمكن الطالب من خلال هذا الدرس أنه يحل مسائل على وحدات القياس المختلفة باستعمال الضرب والقسمة الآن أصدقائي تابعونا للآخر رح يكون إن شاء الله درسنا مهم ومفيد ودائما تذكروا أنه منصة مناهج الأردن صوت وصورة هي رح تكون طريقكم للنجاح طابعوا معنا للآخر الآن عندي فكرة في الدرس اللي هي بده يعطيني يعني وحدة معينة للقياس ويحكيلي بدنا نعمل تحويلات وبعدين نشوف شو العملية اللي هو طالبها مني فهون إذا بتلاحظوا في عندي أتحقق صفحة 85 السؤال بحكيلي املأ الفراغ طيب خلونا نشوف شو المسألة عندي عندي خمسة صحيح وسبعة جزء من عشرة متر ضرب خمسمائة سنتيمتر الآن لاحظوا وحدات المتر والسنتيمتر هي من وحدات قياس الطول إذن هاي الوحدات اللي هي المتر والسنتيمتر هي وحدات قياس الطول يعني إذا أنا بدي أقيس طول شيء معين بستخدم هاي الوحدات اللي هي المتر سنتيمتر مليمتر سنتيمتر ديسيمتر متر وكيلو متر كل ياتنا بنعرف هذا الدرج ومش أول مرة بمر علينا الآن هذا الدرج يا أصدقائي بحكيلي إنه أنا عندي إذا أنا بدي أنزل من قيمة كبيرة لقيمة أقل شو بعمل بروح بضرب يعني مثلا أنا عندي هون متر كل ما طلعنا طبعا كل ما كبر يعني عندي الكيلو متر أكبر من المتر المتر أكبر من الديسيمتر فأنا كل ما عمالي بطلع الدرج وأنا طالع الدرج هون كل ما عم بشوف أشياء أكبر فمليمتر أصغر شيء بعدين السنتيمتر أكبر منها بشوي الديسيمتر أكبر منهم وهكذا الآن وأنا نازلة من الدرج إذا أنا نازلة من كيلو متر مثلا لمتر رح أضرب يعني دائما مين بضرب الثاني الصغير بضرب الكبير ولا العكس لا طبعا يعني الكبير هو اللي بضرب الصغير فهون أنا عندي الكيلو متر رح تضرب المتر يعني لو أنا عندي اتنين أشخاص بتشاجر وعندي واحد قوي كثير واحد الضعيف مين اللي رح يضرب القوي ولا الضعيف طبعا القوي فأنا وأنا جاي من القوي للضعيف رح نستعمل عملية الضرب كل درجة أنا بنزلها رح أضرب وضيف صفر يعني لو أنا نازلة درجة واحدة رح أضرب في عشرة لو أنا نازلة درجتين رح أضيف صفر العشرة رح تصير مئة لو أنا نازلة ثلاث درجات رح أضرب في ثلاثة أصفار لأنه ثلاثة درجات فرح تصير ألف والعكس لو أنا طالع درجة رح أقسم على عشرة لو طالع درجتين رح نقسم على مئة وهكذا الآن هون السؤال بيحكي لي بدنا نضرب متر ضرب سنتيمتر ما بيصير أضرب متر ضرب سنتيمتر يعني ما بيصير يكون عندي وحدات مختلفة لازم أخلي الوحدات نفس الشيء الآن هل السؤال مقيدني بوحدة معينة؟ لاحظوا أنه بده الناتج اللي بعد الفراغ يكون بوحدة متر مربع بشوف العملية اللي عندي هون عندي متر إذن هاي ما بحولها لأنه متر متر خلص زي بعض لكن هون عندي سنتيمتر السنتيمتر كيف بدي أخليها متر؟ رح نرجع للدرج هون أنا عندي السنتيمتر أنا الآن عندي السنتيمتر كيف بدي أخلي السنتيمتر؟ تصير متر يعني بدي أنزل الدرج ولا بدي أطلعه؟ طبعا بدي أطلع من السنتيمتر هاي أول مرة وهاي المرة الثانية عشان أوصل للمتر طيب كم مرة أنا طلعت الدرج؟ طلعت مرتين إذن الآن وإحنا طالعين يعني من الصغير للكبير من السنتيمتر إلى المتر وإحنا طالعين رح نضرب ولا رح نقسم؟ طبعا رح نقسم لأنه من الصغير إلى الكبير إذن رح ناخد العدد 500 وراح أقسمه ليش بدي أقسم؟ لأنه أنا طالعا على الدرج يعني من الصغير إلى الكبير طيب إحنا حكينا كل درجة من ضيف صفر أنا عندي كم درجة هون؟ هاي أول درجة هاي الثاني إذن درجتين إذن في عندي صفر الآن بدنا نقسم 500 تقسيم 100 طبعا إحنا منعرف إذا كان في عندي المقسوم والمقسوم عليه فيهم أصفار بإمكاني خلص هدول الأصفار يروحوا مع بعض يغيروا جوه ويعملوا اللي بدهم إياه فبيروحوا مع بعض لأني حولت هاي إلى متر صارت 5 متر الآن يساوي بدنا نوجد ناتج الضرب كيف بدنا نضرب؟ زي ما تعلمنا في الحصص السابقة رح نضرب بدون الفاصل العشرية لاحظوا أنه لازم أكون متمكنة من الدروس السابقة اللي هي الضرب والقسمة للأعداد العشرية الآن رح نضرب بدون الفاصل العشرية 57 ضرب 5 ورح نبدأ الآن الضرب 5 ضرب 7 35 5 ضرب 5 25 وفي عندي 3 إذن 28 إذن 5 ضرب 5 25 في عندي 3 باليد ما بنساها رح نجمع 25 زائد 3 أعطاني 28 إذن هاي الناتج 285 لكن ما بنسا أنه أنا لما ضربت كان في عندي منزلة واحدة بعد الفاصلة فالناتج أيضا لازم يكون فيه منزلة بعد الفاصلة فباجي هون بتخيل الفاصلة هون لأنه حكينا إحنا هذا العدد سواء كتبنا بفاصلة أو ما كتبنا بفاصلة بنقرأ بنفس الحالة 285 صحيح الآن هاي الفاصلة بدي أحركها منزلة واحدة فقط ليش؟ لأنه أنا عندي بس منزلة واحدة بعد الفاصلة فصار الناتج النهائي 28 صحيح وخمسة جزء من عشرة متر مربع في عندي ملاحظة بما أني أنا عم بضرب متر ضرب متر لاحظوا الناتج رح يكون عندي متر مربع لأنه ضربت متر ضرب متر فما يعني ما بدنا نتخربط لأنه هون في عندي متر ضرب متر أعطاني متر مربع الآن كمان مثال بحكي لي بدنا نضرب واحد صحيح وثلاثة جزء من عشرة سنتيمتر ضرب ستمائة وعشرين ملي متر لكن الناتج بدي إياه هو حكي لي بده إياه بالسنتيمتر المربع برجع بتأكد الوحدة هاي سنتيمتر وهاي سنتيمتر إذن ما بدها تحويل بخليها زي ما هي هون عندي ملي متر إذن الملي متر بدي أخليها تصير سنتيمتر نرجع للدرج اللي إحنا حافظينه إحنا الآن عندي الملي متر كيف بدي أخلي الملي متر تصير سنتيمتر بدي أطلع الدرج درجة واحدة فقط إذن الستمائة وعشرين ستمائة وعشرين أنا بدي أحولها من ملي متر إلى سنتيمتر يعني أنا بدي أطلع الدرجة فإذن من الصغير إذا الكبير إحنا منقسم طيب أنا كم درجة طلعت درجة واحدة فقط إذن رح يكون عندي صفر واحد فقط الآن كيف نقسم زي ما حكينا بما إنه في عندي المقسوم والمقسوم عليه فيهم أصفار رح يلغوا بعض فبيضل عندي الناتج اثنان وستين تقسيم واحد طبعا اثنان وستين رح نكتب المسألة بعد ما حولناها إلى سنتيمتر زي ما إحنا شايفين رح يكون في عندي واحد وثلاثة سنتيمتر رح نضربها باثنان وستين سنتيمتر حولنا من ملي إلى سنتيمتر الآن بدي الناتج بالسنتيمتر المربع طيب في عندي عملية ضرب وعندي عدد فيه فاصلة عشرية زي ما حكينا رح نضرب بدون الفاصلة وآخر شيء رح نعد المنازل اللي فيهم فاصلة إذن ثلاثة عشر ضرب اثنان وستين رح نبلش نضرب بالاثنين مننسى الستة ونضرب اثنين ضرب ثلاثة ستة اثنين ضرب واحد اثنان خلصنا الاثنين لكن في عندي منزلة في العشرات رح نعمل زائد وما إني أجيت على العشرات رح نحط صفر منزلي ضروري ما ننسى يا سادس الآن ستة ضرب ثلاثة ثمانية عشر رح نحط الواحد باليد مباشرة على العدد اللي بعد العدد اللي أنا ضربت فيه الآن ستة ضرب واحد ستة لكن في عندي واحد باليد إذن ستة زائد واحد سبعة الآن رح نجمع الاحد مع بعض والعشرات مع بعض والمئات مع بعض ستة زائد صفر ستة اثنين زائد ثمانية عشر إذن صفر وواحد باليد واحد زائد سبعة ثمانية إذن الناتج هو عبارة عن ثمانمائة وستة طبعا سنتيمتر مربع لكن نرجع نتأكد أنا هون في عندي فاصلة عشرية إذن لازم الناتج يكون فيه كمان فاصلة عشرية ما بصير هون في فاصلة وهون ما فيه طيب شو بدي أعمل بدي أحد المنازل هون كم منزلة أنا عندي بعد الفاصلة منزلة واحدة هون ما عندي فواصلة عشرية إذن الناتج أيضا لازم يكون فيه فقط منزلة واحدة بعد الفاصلة العشرية فصار الناتج النهائي ثمانين صحيح وستة جزء من عشر الآن خلونا نشوف كمان وحدات جديدة نتعرف عليهم في عنا هون أصدقائنا اللتر والمل الآن اللتر والمل هي من وحدات قياس حجم السوائل يعني الآن أنت لما تروح تشتري عصير أنت بتروح تشتري مثلا لتر عصير فكلمة لتر أنت بتقيس كمية السائل الموجودة داخل علبة العصير الآن اللتر بيعبر لي عن الكمية الأكبر أما المل بيعبر عن كمية صغيرة فأنت مثلا لما تشرب الدواء الدواء بما أنه كميته صغيرة منقيسه بالمل بينما اللتر منقيس فيه كميات كبيرة زي الماء زي العصير مثلا اللي هي العلبة أو العبوة طيب الآن زي ما حكينا في الدرس في الفكرة السابقة الآن من الكبير إلى الصغير من اللتر إلى المل بما أنه اللتر أكبر فهو رح يكون أقوى فرح يضرب المل بينما المل لأنه ضغيف صغير فمنه لحد ما نحول إلى لتر رح نقسم إذن من الكبير إلى الأصغر يعني من اللتر إلى المل بما أنه أقوى رح يضرب في ألف بدنا نحفظها هاي حفظ الألف ومن الصغير إلى الكبير رح نقسم على الألف طيب خلونا نشوف هنا أتحقق في عندي ستة وخمسة لتر تقسيم أربعمائة مل لاحظوا أنه ما حدد للناتج لأنه إحنا أصلا الوحدات بالقسمة بتلغي بعض فأنت إلك حرية الاختيار يا أما بتحول من لتر إلى مل أو بتحول من مل إلى لتر إذا كان العدد المقسوم عليه فيه أصفار عفوا إذا كان العدد الصغير يعني المل فيه أصفار الأفضل أنك تحول إلى لتر لكن إذا كان ما فيه أصفار خلص حول مل الكبير إلى الصغير يعني العملية بتكون ضرب وأسهل فرح نحول ستة فاصلة خمسة لتر إلى مل وبما أنه اللتر أكبر من المل إذن رح نضرب بكم بدي أضرب بألف لأنه دائما التحويل من لتر إلى مل أو العكس رح نضرب أو نقسم على ألف الآن كيف بدي أضرب هاي العدد بألف ممكن زي ما أخذنا في الدروس السابقة رح نضرب الألف ضرب خمسة وستين بدون الفاصلة أول مرة رح نضرب خمسة ضرب صفر صفر خمسة ضرب صفر صفر وخمسة ضرب صفر صفر وخمسة ضرب واحد خمسة زائد في عندي صفر منزلي لأنه دخلنا في منزلة العشرات ستة ضرب صفر صفر ستة ضرب صفر كمان صفر وستة ضرب صفر صفر وستة ضرب واحد ستة رح نجمع صفر 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 خمسة ستة الآن ما رح ننسى أنه في عندي هون منزلة بعد الفاصل العشرية وهون أيضا لازم يكون في عندي منزلة بعد الفاصل العشرية حكينا هاي بإمكاني أكتبها بهاي الطريقة ليش؟ لأنه فاصلة وبعدها صفر سواء كتبناها أو ما كتبناها نفس النتيجة طيب ليش كل مرة أنا بدي أعمل هاي الخطوات وأغلب حالي؟ في طريقة أسهل الطريقة بتحكيلي أنه إذا أنا عندي عدد مضروب بعدد فيه أصفار وفيه عندي فاصلة عشرية حرك هاي الفاصلة إلى اليمين بحسب عدد الأصفار أنا هون عندي ثلاثة أصفار إذن هاي الفاصلة بدي أحركها ثلاثة مرات خلونا نكتبها هون إذن راح نحركها حسب عدد الأصفار إلى اليمين الآن أنا هون كم صفر عندي؟ عندي ثلاثة أصفار إذن نحرك الفاصلة ثلاثة مرات هاي أول مرة المرة الثانية وآخر شيء المرة الثالثة طيب المرة الأولى العدد موجود اللي هو خمسة المرة الثانية راح نحط مكان المنزل المش موجود صفر المرة الثالثة المنزل المش موجود منحط مكانها صفر والفاصلة انتقلت من هون خلاص راحت صارت هون إذن صار عندي العدد الجديد عبارة عن حركنا الفاصلة ثلاث مرات فصار عندي الناتج ستة آلاف وخمسة مئة سواء حطينا الفاصلة حكينا هون أو ما حطيناها نفس النتيجة إذن الناتج صار عندي للتحويل ستة آلاف وخمسمية خلينا نعيد السؤال بالصيغة الجديدة بعد ما حولنا صار عندي هون أنا بدل ستة فاصلة خمسة لتر صار في عندي ستة آلاف وخمسمائة ميل حولنا للصغير طبعا تقسيم أربعمائة ميل متذكرين شو كلنا نحكيه حكينا إذا كان في عندي المقسوم والمقسوم عليه فيهم أصفار خلاص بإمكاني أشيلهم مع بعض هون الصفر رح يروح مع الصفر والصفر هاد رح يروح مع الصفر هاد الآن بدي أقسم خمسة وستين تقسيم أربعة رح نقسمها قسمة طويلة خمسة وستين على أربعة الآن بدي أبحث عن عدد أضربه فيه أربعة يعطيني ستة أو أقل ما في عندي غير واحد لأنه واحد ضرب أربعة بعطيني أربعة رح نطرح ستة ناقص أربعة اثنان الآن الاثنين أصغر من الأربعة شو رح أعمل هل في عدد أنزله نعم موجود رح أنزل الخمسة الآن خمسة وعشرين تقسيم أربعة طبعا فيها بستة ستة ضرب أربعة أربعة وعشرين رح نطرح خمسة ناقص أربعة واحد واثنين ناقص اثنين صفر في الدرس الماضي حكينا إذا ضل أنا عندي باقي شو بعمل بحط فاصلة في الناتج وبنزل صفر الآن بدي أبحث عن عدد أضربه فيه أربعة يعطيني عشرة أو أقل اللي هو العدد اثنين اثنين ضرب أربعة ثمانية رح نطرح عشرة ناقص ثمانية اثنان الآن طيب اثنين ضل عندي باقي وما ضل عندي إشي أنزله وأنا رفعت أصلا من شوي فاصلة طيب شو أعمل بما أنه رفعنا فاصلة خلص صار بإمكانك الآن أنت حر تنزل صفر الآن بدي أبحث عن عدد أضربه فيه أربعة يعطيني عشرين اللي هو العدد خمسة الآن خمسة ضرب أربعة عشرين الناتج والباقي صاروا جاهزين عنا صار عندي هون الناتج عبارة عن ستة عشرة صحيح وخمسة وعشرون جزء من مئة بتأكد لازم تتأكدوا دائما هل هون في عندي فواصل عشرية ما عندي إذن هذا الناتج النهائي طيب أحط وحدة هون مل لا ما بصير نحط وحدة لأنه بالقسمة الوحدات بلغوا بعض المل بتروح مع المل فصار عندي الناتج بدون وحدة كمان مثال في عندي هون مثال صفحة ستة وثمانين في عندي بدي أحول من عفوا بدي أقسم هون عندي هذا الرقم بدي أقسمه طبعا من لتر إلى بدي أقسمه على مل فالوحدات مش متشابهة طيب شو لازم أعمل لازم أخليهم متشابهات أنا حكيت لكم إذا المقسوم عليه أو عفوا العدد الصغير يعني المل إذا معاه أصفار حول منه إلى لتر بس هذا ما معاه أصفار فبصير صعب علي التحويل طيب شو أعمل الأسهل أني أخذ هذا العدد وأحوله إلى مل إذا أخذنا اللتر وبيدي أحوله إلى مل فرح نأخذ العدد الموجود عندي وبيدي أحوله إلى مل طيب كيف بدي أحوله إلى مل الآن إحنا حكينا اللتر أقوى فبضرب فرح نضرب طيب بكم رح نضرب رح نضرب بألف فعي بدنا نحفظها الآن في داعي نرجع نعمل عملية الضربة الطويلة لا شو الطريقة بتحكيلي إذا أنا في عندي عدد فيه فاصلة عشرية ومضروب بعدد فيه أصفار تخلص من هاي الفاصلة عن طريق تحريكها طيب لو ما بدي أحركها رح أحركها لليمين طيب كم خطوة حسب عدد الأصفار هون أنا عندي واحد اثنان ثلاثة أصفار يلا نحرك الفاصلة ثلاثة منازل حسب عدد الأصفار هاي الفاصلة هون بدي أحركها هاي أول منزلة هاي المنزلة الثانية طبعا كل منزلة بيكون فيها عدد واحد فقط وهاي المنزلة الثالثة إذا صارت الفاصلة من هون لهون إذا صار عندي الناتج الجديد سبعة صحيح وخمسة وتسعون من مئة ميل طبعا آخر شيء رح نضرب الواحد ضرب هذا الرقم أعطاني نفس الرقم لأنه واحد ضرب أي عدد يساوي نفس العدد طيب يا حلوين في عندي أصفار وين راحوا في داعي أكتبهم هون هذا الرقم هو عبارة عن سبعة وهاي كمان سبعة يعني سواء حطينا الأصفار قبل العدد الصحيح أو ما حطيناها هي نفس الشيء حولنا إلى ميل الآن بدي أقسم على واحد ونص ميل لاحظوا الوحدات المتجانسة نفس الوحدة صار بإمكاني أقسم باجي بدي أقسم إحنا أخذنا بالقسمة لازم أتحقق من الشرط طيب أنا هون عندي المقسوم عليه فيه فاصلة معناته ما أحقق الشرط ما بصير أقسم شو لازم أعمل لازم أنا أجبر غصبا عنه يكون ما عنده فاصلة عشرية طيب شو بدي أعمل بحرك هاي الفاصلة حسب عدد المنازل أنا هون عندي فقط منزلة حركته مرة واحدة وزي ما بحرك هون بحرك في المقسوم يعني هون حركنا منزلة هون حركنا منزلة صار العدد الجديد سبعة صحيح تسعة وسبعين صحيح ونص تقسيم خمسة عشر الآن كيف بدي أقسم هاي العدد رح نقسم قسمة طويلة طبعا سبعمائة وخمسة وتسعين قسمناها بدون فاصلة عشرية على يعني القسمة ممكن نكتبها على شكل حرف العين هاي حرف العين على خمسة عشر الآن بدي أبحث عن عدد أضربه في خمستاش يعطيني تسعة وسبعين أو أقل الآن أصدقائي بدنا نقسم هاي قسمة طويلة بدون الفاصلة العشرية في عندي سبعمائة وخمسة وتسعين تقسيم خمسة عشر الآن بدنا نشوف عدد نضربه في خمستاش يعطيني تسعة وسبعين أو أقل رح نشوف مضاعفات العدد خمسة عشر ضربناها في واحد أعطتني خمستاش في تلين تلاتين في ثلاثة خمسة واربعين بعدين ستين بعدين خمسة وسبعين لو أنا بتخربط كل مرة اجمع خمستاش خمستاش زائد خمستاش ثلاثين زائد خمستاش بعطيني خمسة واربعين وهكذا طيب مين أقرب عدد للتسعة وسبعين عندي هون اللي هو خمسة وسبعين طب أنا كم خطوة مشيت لحتى وصلت لهون واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة إذن بدي أضرب الخمستاش ضرب خمسة فضربنا هون في خمسة أعطتني خمسة وسبعين الآن رح نطرح تسعة ناقص دائما نطرح من الأحد تسعة ناقص خمسة أربعة و سبعة ناقص سبعة صفر الآن الأربعة أقل من الخمستاش طيب شو بدي أعمل بنزل العدد اللي بعدها اللي هو خمسة واربعين هل في عندي عدد من مضاعفات العدد خمستاش بعطيني خمسة واربعين نعم هيها طيب كم خطوة مشيت أو بشو ضربت الخمستاش واحد اثنان ثلاثة ضربتها في ثلاثة فثلاثة ضرب خمستاش خمسة واربعين الآن منطرح الناتج صفر صار عندي أنا الناتج هون ثلاثة وخمسين لكن ما بدنا ننسى بدنا دائما نرجع ونتأكد أنا هون في عندي منزلة بعد الفاصل العشرية في الناتج لازم يكون نفس الشيء لو أنا حطيت الفاصلة هون وقرأت هذا الرقم هيك ثلاثة وخمسين ومع الفاصلة كمان ثلاثة وخمسين صحيح لكن الآن بدي أحركها حسب هون أنا عندي منزلة واحدة فقط رح أحركها منزلة واحدة فقط فصار هون عندي خمسة صحيح وثلاثة جزء من عشرة زي ما هون عندي منزلة واحدة بهذا الفاصلة بالناتج أيضا عندي منزلة واحدة فقط طيب أحط الوحدة من؟ لا لأنه حكينا بالقسمة الوحدات بتنلغي مع بعض بتروح مع بعض الآن أصدقائي رح نشوف آخر شيء في الدرس هذا اللي هو وحدات قياس الكتلة طبعاً إحنا الكتلة هي اللي بنستعمل فيها الميزان طبعاً هون أنا في عندي وحدة اللي قياس الكتلة طالبهم مني وحدة الكيلو جرام اللي هي الوحدة الأكبر أما وحدة الثانية فهي الجرام فلاحظوا الكيلو جرام اللي منها أكبر بتنزل الميزان لأنها أكبر بينما الجرام خفيفة بتضلها إلى الأعلى الآن إذا أنا بدي أحول من الكبير إلى الصغير من الكيلو جرام إلى الجرام زي ما حكينا الكبير هو اللي بتضرب فرح نضرب بألف أما من جرام إلى كيلو جرام رح نقسم على ألف إذن هون رح نقسم على ألف إذن من الكبير إلى الصغير بنضرب ومن الصغير إلى الكبير رح نقسم ولاحظوا هذا سهل يعني يا بضرب ألف يا بقسم على ألف طيب خلونا نشوف المثال بحكي لي لدى طاهن 2 كيلو و800 جرام من الطحين أراد أن يصنع منها فطائر إذا كان صنع الفطيرة الواحدة يستهلك 4 جزء من 10 كيلو جرام من الطحين فما عدد الفطائر التي يمكن صنعها إذن أنا في عندي 2 كيلو و800 جرام طحين بدي أوزعهم كل فطيرة واحدة رح تاخد 4 بالعشرة كيلو جرام من الطحين فما عدد الفطائر بما أني بدي أوزع كمية لطحين كلها على 4 بالعشرة كيلو جرام إذا بدنا نقسم فرح نقسم 2 كيلو جرام و800 جرام تقسيم 4 جزء من 10 كيلو جرام الآن إذا بتلاحظوا هون في عندي أنا الوحدة يعني هون في عندي وحدتين بنفس المسألة في عندي كيلو جرام وعندي جرام طيب هاي الوحدة بنسميها وحدة مركبة شو اسمها؟ اسمها وحدة مركبة يعني أنا عندي 2 كيلو و800 جرام طيب أنا ما صعب إني أحل بهاي الطريقة لازم أخلي هاي الوحدة تصير وحدة واحدة يا أما بخليها تكون كيلو يا أما بخليها تكون جرام طيب أنا هون عندي المقسوم عليه بالكيلو جرام فالأسهل إني أخلي كل هاي الوحدة تكون بالكيلو جرام طيب هاي هي عبارة عن 2 كيلو جرام بدل الفاصلة هاي زائد 800 جرام إذا هاي الوحدة ممكن أعبر عنها بهاي الطريقة 2 كيلو زائد 800 جرام طيب إحنا حكينا بدنا نحول من جرام إلى كيلو جرام إذن أنا بدي أحول من جرام لكيلو جرام يعني من الصغير إلى الكبير طيب من الصغير للكبير أنا بضرب ولا بقسم حكينا إحنا الكبير اللي بضرب أما الصغير لا فرح نقسم رح نقسم 800 جرام تقسيم ألف الآن يا أصدقائي متذكرين إحنا حكينا بالضرب كنا نمشي إلى اليمين الآن عندي قسمة فشو رح أعمل رح أتحرك بالعكس رح أمشي من اليمين من اليسار باتجاه اليسار حسب عدد الأصفار إذن بالقسمة نتحرك إلى اليسار بالضرب بتحرك إلى اليمين طيب كم خطوة بدي أتحرك منزلة منزلتين ثلاثة لأنه ثلاثة أصفار الآن 800 جرام سواء كتبناها هيك أو حطينا فاصلة هون برضو بقرأها 800 صحيح طيب كم خطوة بدي أحركها ثلاثة خطوات هاي الخطوة الأولى عند الصفر الأول وهاي الخطوة الثانية عند الصفر الثاني وهاي الخطوة الثالثة هون فصارت الفاصل آخر شي توقفنا هون إذن نحط الفاصلة هون الآن طبعا هذا الصفر سواء حطته أو ما حطته كمان عادي لكن إحنا منحطه عشان لما نقرأها يعني إحنا ما عندنا صفر عدد صحيح فصفر صحيح ما عندي ولا عدد صحيح وثمانمائة جزء من ألف كمان الأصفار حكينا هاي لو ما كتبناها كمان هاي الأصفار اللي كانت هون لو كتبناها أو ما كتبناها رح نقرأها بنفس الطريقة يعني هاي ثمانمائة جزء من ألف وهاي ثمانية جزء من عشرة لكن التنتين نفس القيمة تمام؟ هاي قسمناها حولناها لكيلو جرام طيب أنا صار في عندي حلوين اثنين كيلو جرام اللي هي هاي الآن صار بإمكاني أجمع لها ثمانية بالعشرة كيلو جرام الآن اثنين صحيح زائد ثمانية بالعشرة يعني أنا عندي اثنان صحيح زائد ثمانية بالعشرة كيف بدي أجمعهم؟ بجمع الأعداد اللي قبل الفاصلة لحال ثمانية زائد صفر ثمانية الفاصلة رح أنزلها لازم يكونوا تحت بعض الآن اثنين زائد صفر عبارة عن اثنين إذن الناتج اثنان صحيح وثمانية جزء من عشرة كيلو جرام الآن خلونا نكمل الحل وصلنا إلى أنه حولنا هاي الوحدة المركبة إلى وحدة جديدة اللي هي عبارة عن اثنين فاصلة ثمانية كيلو جرام إذن صار في عندي هون اثنين فاصلة ثمانية كيلو جرام تقسيم أربعة جزء من عشرة كيلو جرام نرجع للتقسيم وإحنا حكينا أنه لازم أتحقق بالبداية من الشرط هل المقسوم عليه في فاصلة عشرية نعم إذن هذا ما أحقق الشرط لازم أتخلص منها كيف بدي أتخلص منها بحركها حسب أنا لحد ما أخلص منها فهون عشان أجيبها لبرة حركتها منزلة واحدة فقط زي ما حركت في المقسوم عليه لازم أحرك المقسوم فصار هون ثمانية وعشرين تقسيم أربعة وزي ما حكيت لكم بعيد سواء كتبنا الفاصلة هون ثمانية وعشرين صحيح أو ما كتبناها نفس الشيء لأنه بالحالتين احنا بنقرأ ثمانية وعشرين صحيح طب لو شلت الفاصلة برضو ثمانية وعشرين صحيح إذن نفس الشيء الآن شو العدد اللي أنا بضربه فيه أربعة يعطيني ثمانية وعشرين اللي هو العدد سبعة إذن الناتج النهائي سبعة طيب أكتب كيلو جرام لا ليش لأنه حكينا بالقسمة الوحدات المتشابهة بلغيها مع بعض إذن كم عدد الفطائر أنا عندي اللي رح ننتجها رح ينتج سبع فطائر وهيك أصدقائي احنا خلصنا كل أفكار هذا الدرس طبعا هذا الدرس من الدروس المهمة واللي بتطبق لي على الدرسين السابقين ضروري نحل بإيدنا ونجرب أكثر من مرة وتركوا لي أي سؤال أو أي استفسار أنتم مش فاهمينه على مواقع التواصل الاجتماعي لمنصة مناهج الأردن صوت وصورة نستناكم دائما نتابعونا وتتركونا أي شيء بتحبوا تحكو لنا يعطيكم العافية بشوفكم في الحصص الجاي ترجمة نانسي قنقر